طالب السنوية العامة كأحيان ازايك عامل ايه؟ زي ما انتم شايفين يا جماعة مش حرمكم من حاجة شجرة وشمس في سماء وورايا ايه وكل حاجة وجاية كلامكم النهاردة ازاي انا جيبت 96% في المية في السنوية عامة نسال الله عشبت الله عني لسه أول حاجة كنت بعملها وكان لها سبب كبير جدا او دور كبير جدا انا جيب 96% في السنوية العامة ألا وهي ان انا مكنتش باخد درس في كل المواد ده مش معناه قصدي يعني ان انت تسيب الدروس لأ مش قصدي كده لكن انا كان عندي اعتقاد ولسه موجود لحد دلوقتي فكرة ان انا مش لازم ااخد دروس في المواد اللي انا مش محتاجها لمجرد ان انا ااخد درس يعني مثلا مادة زي الفرنساوي بالنسبة لي كانت سهلة وقلت ملاش لازم امجد ااخد درس ليه خط يعني اعتبر شهر شهرين في اخر سبت الدرس مادة زي جيولوجيا ان كنت اعلم معلوم فقلت ان ممكن تذكرها من الكتاب عادي تمام فذكرتها فهي انا جيت فهمها جمعة حلو فهي الفكرة معناها ايه يا جماعة انا قصدي ان هو لو فيه مادة انت كويس فيها او تمام يعني ممكن تذكرها عادي من الكتاب ممكن تتابع اليوتيوب ممكن تشرك في منصة حتى وطاعد في البيت كده خلاص يبقى احسن مش هلل تروح السنتر وتركب المرج وتركب المواصلاته ومترو واحد الحاجات اللي ترتبط على الموضوع ده يا جماعة ان انا كنت بسيب وقت طويل للمذاكرة اعطش في البيت يعني مثلا كنت باخد اعتبر تلت مواد بس دروس وفيه اربعة مش باخدهم فانا كان عندي اعتبر الايام الفاضية في الاسبوع حوالي خمسة ايام او اربعة ايام تقريبا حاجة زي كده فكان عندي تقريبا يعني تلت تربع الاسبوع فاضي فقعد في البيت فساعتها عارف اذاكر فيه ناس بتخدق نفسها وياخد مثلا في المادة تلت اربعة دروس وفاكرة ان هو كل ما هيكتر كل ما هيجيب درجة حلوة الموضوع مش كده يا جماعة الموضوع عمره ما كان باستاذك الكويس ولا كان عمره بعدد الدروس بتاخدها موضوع اول حاجة فضل ربنا رقم اتنين ان انت تقعد تركز على المادة وتفهمها من الاستاذ المحترم تمام لكن ما تركز على الاستاذ بس وتنسى تذاكر او تاخد دروس كتير اوي وتنسى تذاكر او يبقى عندك دروس كتير اوي طول الاسبوع ما فيش ساعة طافية في البيت تذاكر ده مش منطق يعني اليس منكم رجل رشيد فيش هكسمها كده ده مش هخليك تذاكر فالصح انت لازم تسيب وقت في يومك وقت في الاسبوع بتاعك تذاكر فيه وقت ما تروحش فيه دروس اصلا لو بتاخد كل المواد قعد مع نفسك كده شوف ايه المواد اللي ممكن ترميها لوقتي ملااش لازمة ايه المواد اللي ممكن تذاكرها عادي مع النت واليوتيوب والمنصات والحاجات اللي موجودة عن نت سريعة في حاجة كتير اوي ممكن تذاكرها لو انت ركزت بس ان انت ما تاخدش فيها درس وبلاش تسحم الاسبوع بتاعك بقى كل دروس وحاجات كتير فوق بعض كده حيث انت بتاخدش ساعة في اليوم ومفيش وقت اصلا تاخد فيه تذاكر مش منطق تاني حاجة كنت بعمل انها كنت بصهر كل يوم للفجر طبعا السهر مش قصدي حاجة حلوة او الصحيان بدري حاجة وحشة مش قصدي كده لكن انا قصدي انها كنت كل يوم محدد فترة زمنية طويلة بذاكر فيها في ناس تعف تصحى بدري فده كويس ليها انا حاولت تصحى بدري اكتر مرة ما عرفتش فشفت ان الحل مثالي بالنسبة ان انا اسهل للفجر كنت كل يوم بذاكر مثلا اقول فترة الزروة بتاعة المزاكرة يعني من العيشة او بعد العيشة شوية كده بعد الواحد ما يتعشق ويقعد شوية يعني لحد ايه لحد فترة الفجر ده لفترة كان البيت فيها اعتبر هادية شوية وقدر اعدى ركز فيها فترة اللي مش هاف تصحى الفجر ده مش معنى انت هتجيب مجموعة وحش او انت مثلا من نوع اللي بيصهر فكده خلاص بقى حياتك اتدمرت ما فيش حاجة اسمها كده يا جماعة العبرة مش بانك تصحى بدري او انك تصهر للفجر العبرة انك تقعد تزاكر فترة زمنية طويلة مكسفة مش قصدي يا نازم اقوار بعض لكن عموما لازم تقعد فترة فيها تركيز الفكرة في التركيز وانتقعد فترة تزاكر ايه تزاكر فيها طبعا اللي هنا بتصحى بدري دي حاجة كويسة لكن لو مش عارف ممكن تصهر عادي زي ما انا سهرت والدنيا جميلة يعني بس هم حاجة ايه اهم حاجة تشوف مكان مناسب في البيت تزاكر فيه وتتكي الله رقم اربعة من اهم الحاجات اللي كنت بعمل لها في سنوية عامة ان انا كنت بحاول التشتت بتاعي لمكافأة بحاول التشتت لمكافأة وانهب لكده في كذا فيديو يعني انا عن نفسي كنت بحب اللعب كورة قوي وبحب يعني بعفشة اللعب يعني بس بحب اللعب كورة بحب بعض مع اصحابي كده كل اسبوع فده كان حاجة بتشتتني كل شوية عايز انزل مع اصحابي وعايز اعود معاهم فحولت ده المكافأة قلت لو انا زاكرت كويس خلاص يوم الجمعة هنزل اخرج معاهم وانالعمات شكورة واناها في بلستيشن شوية نجيب سندويت شاورمة او واحد بطاطس سوري كده وبعدها ايه وعدها رجع البيت تاني انام واصحة للسابت اكمل اكمل المذاكرة فحولت التشتت بتاعي كل اسبوع اذاكر وعمل علي وكتهد وعمل كل حاجة عندي عشان بس اخر الاسبوع امتع نفسي واخرج شوية كده او اخر كل يوم قعد شوية على النت كده ولا ايه امسك التليفون اتفرج لحاجة انا بحبها فالخلاصة حول حاجة انت بتشتتك حول حاجة المشتتة ليك او الحاجة اللي بتضيع وقتك او الحاجة اللي انت عايز تعملها حولها لمكافأة بحيس انت تذاكر فتكافئ نفسك بيها رقم 5 من الحاجات اللي كنت بعملها ان انا كنت بصلي في المسجد ممكن تستغرب تقول ايه علاقة ده بان انت تجيب 96% في السنوية العامة اقول لكم علاقة ده ايه يا جماعة من الاخر كده الصلاة في المسجد حاجة جميلة بجد حاجة جميلة على مستوى الديني على مستوى الروحاني عندك النفسي الصلاة في المسجد كتفرق معي جدا عشان هي بتخليك تنتزم تخليك تنتزم فيه خمس صلوات في اليوم بتصديم في معاد معين او حتى لو انت عبان نهارة مش قدر صلي في المسجد مثلا صلي في البيت لكن في معاد معين تنتزم به بتنتزم به ده بي اصلا نفسياتك اصلا بخيك تنتزم في بيت حياتك ده رقم واحد رقم اثنين انت بتروح نانت فارق رقم جدا الله كنت بروح كده الجامع وبعد ما تصلي تعد شوية كده خمس دايقات لك الجامع كله ماشي في الغالب تعد لوحدك وتدعي ترفع ايدك وعدها ده يا رب وفقني في الفيزي يا رب في مسائل معينة مش عرف حلها يا رب وفقني فيها يا رب اعرف اذاكر يا رب اجيب درجة حلوة في الامتحان بتكلم ربنا بتفتفض مع ربنا مفيش احلى من ده اصلا بتريح كده زهنك وبتقط خطر تشوفها تعمل ايه النهاردة بجد والله مثلا ربع ساعة مثلا بتاخدها في الصلاة يعني خمس ساعة في اليوم وعده ساعة وربع ده غير طبع انت بتروح المسجد بتعي ربنا بتصلي الصلوات الخمسة ربنا بيوفقك بجد الجماعة ربنا بيوفقك وبتلاقيه في حياتك انت متعرفش هو مصدره منين لكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيرزقك ربنا هو الكريم يا جماعة فالخلاصة لو انت ولا تحول تصلي الخامس سلوات في الجامعة لو الموضوع حتى الوقتي انت مش متعود هتصلي في الجامعة ابدأ صلاة اثنين تلاتة في الجامعة لكن عموما لازم تصلي الصلاة الخمسة في معادها حتى في البيت يعني لازم تصلي حتى في البيت ده شيء اساس لو انت بنت الصلاة في البيت طبعا مهمة ده الاولة يعني طبعا ده ما يمنعش ان احنا مثلا ممكن نروح الجامعة كل فترة من حيث تقوية الايمان ونسمع مثلا درس علم نروح نصلي الجمعة في رمضان داخل علينا مثلا الترويح مثلا مش كل يوم يعني لكن ايه يوم ويوم مرتين في الاسبوع كده حاجات بتفرق معنا يا جماعة نفسيا والله جدا نفسيا وروحانيا بتفرق معك جدا ربنا بيوفقك توفيق من عنده سبحانه وتعالى ما يتأس بأسباب توفيق من عنده هو سبحانه وتعالى افتكر الحديث القدسي ومن تقرب مني شبرا تقربت منه زراعا ومن اتني يمشي اتيته هرولة جري انت لما تمشي ربنا ربنا بيجري لك الحديث بيقول كده فكلما اتقرب من ربنا ربنا هيقرب لك بس انت قرب رابي حجرة كنت بعملها انها كنت براجع اكتر ما بذاكر نقطة لي مهمة جدا يعني كنت دائما باهتم في الاسبوع بتاعي ان انا اراجع اكتر ما زاكر ماشي جميل جدا فيه درس جديد خدناه فهذاكره وعمل وجب بتاعه لكن مع كل درس جديد بذاكره براجع ولو صفحة ملقديم لو كل يوم بس رجعت جزء ملقديم بلاي نفسه على اخر الشهر رجعت واحدة اتنين تلاتة في المادة اللي انا بذاكر عليها لو مسلا دلاتي هذاكر واحدة التلتة في الفرنساوي فعدي بس بسرعة الوحدة الاولى ابصة لها حتى بصة معينة او عدي بس على الكلمات بسرعة كده ده بيخليني منساش كلمات الانجليزي ولا قوانين الفيزياء ولا القواعد النحوية في العربي ولا الاسريب البلاغية ولا الحاجات كتير جدا اللي احنا بننساها دي الادبة مثلا بنساها النصوص بنساها المعاني بنساها الكلمات بنساها الجرامر مش هل فحفظه كل ده حلو ان انت تراجع اكتر ما تذاكر لما تيجي تذاكر حاجة دي درجة مع حاجة صغيرة حاجة صغيرة مع حاجة صغيرة كل يوم هتلاقيه على الاخر الاسبوع على الاخر الاشتراك انت راجع تقيبا نص المنهج وانت مش واخد بالك. دي من اهم النقط ومش اي حد بيقولها. لكن دي بجد من اهم النقط للاي حد من الاوائل او اي حد بيجيب درجات عالية بيعملها. رقم ستة من اهم الحاجات يا جمال كنت بعملها في سنوية عامة. ودي فرق اتماعي جدا. انا مكنتش مشغول بصحابي. يعني مكنتش مشغول بصحابي. يعني مكنت صاحب صاحبي يعني كنت مثلا بكره الصحابي. لو مش بكرههم بحبهم و نخرج مع بعض وكل حاجة. لكن عموما عارف حدودي. يعني عارف حدودي. يعني مثلا لو في نص مذاكرية واحد قال لي يلا بقول لك اي تعال ننزل تعال نخرج. تعال نعمل معرفش اي? لا. معلش يا انت مش هتنفعني يوم النتيجة لما اجيب درجة وحشة. ولا انا هنفعك لما اجيب درجة حلوة او وحشة. فالخلاصة اللي هو ايه كل واحد فينا اللي هو حدوده. طبعا اقول له لأ معلش يعني يعني بعرف اقول لأ من الاخر كده يعني اقول له معلش مش عارف ان ننزل النهاردة. بص خلايا يومين كده. او يوم الجمعة زي ما تفعل ما هم تعودين ننزل. او يا عم حتى لو نزلت النهاردة معايا مش هكررها تاني. احاول بس ايه? احاول اثبت موعيدي. احاول اعرف حدودي. احاول ما انشغلش باخبارهم واخد درسة عند مستر مين. ويش معني. وهو احسن مني. فانا هفتح مجموعة غيره. وهخليه بقى ما يجيش المجموعة اللي انا فيها عشان ما اقول. ده هبل يا جماعة. اي حد بقى ما كده بجد يعني في حاجة فيه ح حاجة في دماغه. يوض يخبي عليه مزكرة وقعد بقى ايه اجيب مسلا كتاب خارجي ومقولش لصاحبي عليه شانا هو ما يجيبش درجة عيدة. لو انت مشغول بالناس كده صدقني انت عمرك ما هتعلى عن مستوى جزمتهم. رب هزرش والله الكلام ده ممكن يبقى جارح شوية المعظم الناس. لكن ايش طيان. انت لو هتفضل بصص للناس وحاياة الناس هو تخبي على الناس كده. معيش يعني انت شايف نفسك اقل منه. وهو انت لما كنتش شايف نفسك اقل منه و كنتش شايف تركز معي كده. انما الشخص المعتذب نفسه وعرف قيمة نفسه مش يركز مع الناس. يشوف صاحبه اخد درسه عند مين ولا فلان ولا علان مش تفرق معي. هتفرق ايه يعني لو مش هاف صاحبي اخد درسه عند مش عالف مين ومعه مزكرة ايه وانا مش معي فانا عايز اجيب معيش نجيب اعلى منه هو ما يجيبش. احنا بتنفس على ايه يا جماعة. نفتك القول الشاعر يتقاتلون على بقايا تمرت فخناجر مرفوعة وحرابه. يعني كنا 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 متخانئ على تمرة ولا ليها ايه تلاتين لازمة. فالخلاصة لو انت معاك حاجة حلوة مزكرة ولا حاجة كده وانت بخالش يا اصحابك وقول لهم يا جماعة معايا حاجة بتاع لو عايز حد يشوفها في مزكرة في كتاب حلو ونزل يا جماعة السوق روح اشتروه. المستر ده حلو تعالوا عنده. انما تخبي بقى وتشوف اه فلان عمل ايه وتبقى اصفر في نفسك كده ومستالك وتقول لهم انا ما زاكرتش حاجة وانت زاكرت وتاع تنشغل الشخص المشغول بالناس ده ومشغول باصحاب والله العظيم بيعيش اسوق حياة. والله بجد شخص فاضي من جواه ومن براه وحاجة من نيلة بستين نيلة كده. الخلاصة يا جماعة من افضل الحاجات اللي عملتها لما كنت سنوية عاما انا كنت منشغل بنفسي. اه ممكن اشوف صحابي اخدوا درسة عند مستر مين عشان اعلم مستوية عشان شوف مسلا انا الدنيا ماشي معايا الايام دي ازاي وكده تمام. انما بقى ما اعملاش من دفع الغل والحقد وانا مش عايز حد يبقى زي او اخبي عليهم ومش عارف اروح لمين واقول وانا مش مذاكر واخد. كل ده بيأكلش عيش. كل ده ما بيأكلش عيش. ما تعملش كده مع صحابك وما تنشغلش اصلا بحد في سنوية عاما غير نفسك. ده المهم. وفي نهاية يا جماعة السنوية العامة مش هي بداية الكون ولا هنا هي تلكون. سنة عادية زي اي سنة هي مهمة. ليه قادر مهمية كبيرة عشان بتحدد كليتك. ليجا مش بتحدد حياتك يعني. الفيديو يا جماعة كان الهدف منه انا بس ابقين تجربتي. مش شرط كل حاجة انا قلتت يتمفع مع كل الناس. لكن اموما دي حاجات يعني معظم اللي انا قلتو. هو حاجات تنفع يعني حاجات مشتركة. بين اي حد جاب مجموع عالي. اي حد في الغالب جاب مجموع عالي. هتلاقيه مش مشغول بالنازل ومشغول بنفسه. هتلاقيه مش ضغط نفسه قوي في كل الدروس دي. نا هتلاقيه بيعرف يفرق. ويقعد ايام في البيت. هتلاقيه دايما محافظة علاقته بربنا. مش شرط يبقى شيخ يعني مش قصد كده لكن عموما يعني الجانب الروحاني عنده مهم. كل الحاجات دي مهمة جماعة. بس انا هس مش رح فصور اكتر من كده. اصدر الله عصول الله عليه الصلاة والسلام.